الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم نتدارس اليوم الصفحة الثامنة عشرة بعد المئتين من المصعف الشريف يقول المولى سبحانه وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم حين رأى معجزة موسى حين رأى فرعون معجزة موسى قال اتوني بكل ساحر عليم أي ليبطلوا سحر موسى في زعمه فلما جاء السحرة فأتوا بهم فلما حضر السحرة قال لهم موسى حينئذ ألقوا ما أنتم ملقون قال اطرحوا الذي أنتم طارحون حتى يتبين الحق من الباطل فلما ألقوا قال موسى أي قال لهم موسى لما ألقوا حبالهم وعصيهم قال لهم موسى ما جئتم به السحر أي الذي جئتم به هو السحر بعينه إن الله سيبطله أي سيمحقه بالكلية إن الله لا يصلح عمل المفسدين لا يصلح من سعى أو عمل من سعى في الأرض فسادة ويحق الله الحق بكلماته أي يثبت الله الحق الذي جئتكم به بكلماته ولو كره المجرمون من آل فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي فما صدق لموسى إلا ذرية عدد قليل من قومه من بني إسرائيل على خوف من فرعون أي مع خوف شديد من فرعون وملائهم والملأ وأشراف القوم أن يفتنهم أي أن يضلهم عن الحق وإن فرعون لعال في الأرض أي متكبر متغطرس في الأرض وإنه لمن المسرفين أي لمن المجاوزين للحد وقال موسى يا قومي قال موسى لقومه تطمينا لقلوبهم إن كنتم آمنتم بالله حقا فعليه توكلوا أي فعليه وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين أي مستسلمين لقضاء الله تعالى وحكمه فقال قوم موسى على الله توكلنا أي على الله اعتمدنا ربنا أي يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تصيرنا موضع فتنة للقوم الظالمين لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أي وخلصنا برحمتك الواسعة من القوم الكافرين وفيه دليل على أنهم كانوا مهتمين بأمر الدين وأوحينا إلى موسى وأخيه أي أخيه هارون أن تبوأ أي بأن تبوأ اتخذ لقومكما بمصر مصر المعروفة بيوتا تسكنون بها أو تسكنون فيها وتلتجئون إليها واجعلوا بيوتكم قبلة أي وصيروا بيوتكم قبلة تصلون فيها وأقيموا الصلاة أي وأدوا الصلاة في وقتها وبشر المؤمنين أي بالجزاء الأوفى وقال موسى يدعو ربه ربنا أي يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه أي أعطيت فرعون وملأه أي وأشراف قومه زينة زينة من الذهب والفضة وغيرهما وأموالا كثيرة في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك وفي قراءة ليضل عن سبيلك أي ربنا ليغو الناس عن دينك وعن صراطك المستقيم ربنا اطمس على أموالهم أي مسحها وامحها وأبطلها واشتد على قلوبهم أي واربط عليها على قلوبهم واجعلها قاسية متحجرة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أي حتى اجعلها قاسية بحيث لا يدخل إليها الإيمان حتى يروا العذاب الأليم فلا يقع منهم الإيمان إلا بعد معاينة العذاب ولا ينفعهم حينئذ الإيمان وقد حصل ذلك حينما قال فرعون وقت إدراك الغرق له قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وبهذا يكون انتهى الكلام عن هذه الصفحة وهنا سؤال عن قول الله تعالى على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم لماذا قالوا ملائهم والأصلا يقولوا ملائه لأنه يعود إلى فرعون الجواب قيل الضمير يعود على فرعون لأنه لجبروته كان معظما فأعاد الفرعون أعاد الضمير إليه بصيغة الجمع من باب التعظيم على حسب مفهومهم وقيل أو استعمالهم وقيل يعود على الذرية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه فيعود على الذرية وقيل إن قوم فرعون سموه هو وآله فرعون كما قالوا ثمود فيجمع أفرادا عدة وقيل أصله على خوف من آل فرعون ولكنه حذف لفظ آل وهذا القول للفراء ومنع هذا الوجه الشيخان سيبويه والخليل أو الخليل وسيبويه وربنا أعلم